صنع لي تعرفني أمبسط أزقطت أفرح أنا أبص تصنع أنت صاحبي وحبيبي وكفاءة وأبوسك من هنا ومن هنا وحط لك نجمة دهبي على قرطك من قد أنا حب الصناعة قد عناية فرحوني أكتر وأكتر بصنع في مصر بأيد المصرية الصناعة المحلية الناس اللي بتشكك طول الوقت وفين وعملنا إيه وما عملناش إيه ويه تحس كده أنك عايز تخبطه على بقه عشان يسكت خالص بمنطقة الغلية كده وتجز أول الله العظيم مصنع بيرامدز بيصنع في رد كاويتش بيصنع إطارات السيارات في بورسعيد فاكرين لما اتكلمنا قبل كده قلتلكو يا جماعة صبرا هتلاقوها بعد كده عمالها بتنقق الدهب مش بتندع وحدة وحدة طيب مصنع بيرامدز اللي في بورسعيد أظنه في شرق بورسعيد بالتحديد يبدأ التصنيع والتصدير لعشر دول نفهم الحدوتة من المهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيرامدز لإطارات السيارات في بورسعيد يا أهلا وسهلا يا مرحب المراحل زاكا بشمهندس الحمد لله يعني بكل الدخلة الحمسية دي يقول إيك دخل هادي كده برضه بشمهندس اتحمس معي ده أنا فرحام بيك وفرحة غير طبيعية نحن متحمسين والله أنا عمال أقرأ عنك وحاجات بسيطة بقالي شهور وكنت منتظر اللحظة الحاسمة دي لا هو بداية بس أنا عايز أشكر فخمت الرئيسة الفستح السيسي على دعمه التام للصناعة المصرية آآ تاني حاجة إحنا مصنع بيرامدز إحنا عبارة عن مجمع مصانع مش مصنع إطارات يعني أيوه إحنا تقلينا كمصنع إطارات لكن إحنا في الحقيقة مجمع مصانع بيعمل خمس سلع مصر كانت بتستورد الخمس سلع بالكامل إيه هم أهمهم الإطارات إحنا بنعمل إطارات خارجية بطاقة إنتاجية عشر تلاف إطار يوميا الله أكبر وده للجرهات الزراعية والمصيكلات والإطار ومقاس واحد للملاكي مقاس كامل ملاكي وده للسيزوكي الفان وبنورد من مصنع السيزوكي أوكي حلو وبنعمل إطارات داخلية البلون الداخلي بطاقة إنتاجية 18 ألف إطار يوميا الله أكبر وبنعمل باتش لحم الإطارات ومدة لحم الإطارات حلو بطاقة إنتاجية مليون ونصف خطعة يوميا جميل ده الشيء لزوم الشيء وده صح وبنعمل بتعغيير المطاط المستكلات والنقل والملاكي وبع نقل والنصف نقلي بطاقة إنتاجية بطاقة كبيرة وبنصنع المطاط الصناعي الخاص بنا وإحنا سابع مصنع إطارات في العالم بيعمل ده إحنا في مصر عندنا سابع مصنع إطارات في العالم بيعمل كده؟ بيعمل مطاط لنفسه بيصنع مطاط صناعي لنفسه بعد الستة كبار فيه أكبر ست مصنع في العالم أكبر ست برندات هم عندهم مصانع خاصة للمواد الخام بتاعتهم إحنا علشان نقدر بنواجه الاستراد ونقال بيه التكلفة ربنا وفّينا وكرمنا وعملنا مصنع مطاط اشتغل يوم 15-10 اللي فات وفعلا إحنا بنصنع عن نفسنا 30 طن يومياً لاستهلاف طيب أول سؤال بييجي على زهن الكل مش هقولك زهن البعض ومعزورين بصراح يقولك طيب يعني مواصفات الجودة والكفاءة والمتانة تضاهي أنهي مواصفة أو هي متابقة أنهي مواصفة مواصفات زي بتاع الدول الاتحاد الأوروبي ولا حاجة تانية نحن الحمد لله أغدين شهادة الإيمارك الاتحاد الأوروبي أغدين دويتيم وموافقة الولايات المتحدة على دخول المنتج للولايات المتحدة أغدين المواصفات والجودة المصرية عاملين إطار الحمد لله بيضاهي الفئة الأولى في العالم وجودة الحمد لله بتضاهي أعلى فئة في العالم في فئة الدرجات النارية والجرات الزراعية حلو إمتى هنخش على الملاكي بمقاساته بقى المختلفة إحنا إن شاء الله بس الأول شهر ستة اللي جاي هنرفع الطاقة الانتاجية من الفئة اللي احنا شغالين فيها لتلاتين ألف إطار يوميا الله أكبر ولا خلاص يعني نخطوه الانتاج بتركبه وبنصفها في الطاقة الانتاجية يعني بعد كده هنلاقي بقى مقاسات 15 و 17 و 21 والجودة كل ما احنا بنعمل فعلا دلوقتي بمقاسات الرئيس كلها إيه ده يعني بعد كده فلان الفلاني اللي جايب عربية من واحد جايب عربية ألماني واحد جايب عربية أمريكاني ساعتها مش هيقول لأ أنا مش هركب الفردة المصري أنا هجيب واحدة ألماني أجيب واحدة إيطالي أجيب إحنا عاملين جوزة محترمة ها فرق سعر محترم ما بيننا وما بين المستقرد إحنا تقريبا من تلاتين لاربعين في المياه في الوقت الحالي ما بيننا وما بين الاستراد حلوة جدا 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 وآخر السنة إن شاء الله اللي ربنا أكرمنا ووفنا يعني وقدرنا نحن نستطيع الموضوع هنطلع إطارات الملاكي مقال 13 و14 و15 الفئة الأكثر طلبا في مصر حلو احتياج جنيا ده هنطلعها إن شاء الله نهاية السنة حلو 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 سؤال أخير الموزيع الشقيان اللي زي حالاتي اللي بيحب يلف ما يعودش جوه الستوديو يجيلكو ويصور ويتفرد ويفرح إحنا شغالين 24 ساعة 30 يوم مش مهندس استناني وحضر أكلة السمكة نجاي لأ ما هو برسعيد وليه دي هتعدي كده لا يمكن ألف ألف مليون مبروك ألف ألف مليون مبروك أخيرا أنا عايز أرجح شكر كبير جدا لمعالي الوزير محافظ برسعيد اللي هو عبد الغضان الرجل ده تايب معانا تحت كبير أكيد كان سبب من أسباب نجاح المصنع واستمراره احنا وجهنا صنوف صعبة جدا 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 فهم حد دي أتخيل إن احنا مصنع مصري بيعمل براند مصري اسمه بيرامد صح يقدر يواجه كل الدول والمؤسسات اللي بيصدر إثاراتها المصر ونواجه ثلاث سنين لحد الحمد لله النهاردة احنا مغطيين السوق المصري بنسبة 90% تبقى لقرار التقرير الصادر من وزارة الصناعة في يوم 24-22 إن مصنع براند بيغطي 90% من استقلاك السوق المحلي أو من واردات السوق التريد لمصر من الفئة اللي احنا شغالين فيها أول ما هتعمله مقه السبعتاشر أنا أول زبون إنتا فانديم تنورنا أول زبون إحنا المصنع اللي احنا عم بيينه خدمة للبلد خدمة لإقتصاد مصر المصنع اللي ملك المصر مش ملكنا إحنا بنهدف لدعم الإقتصاد الوطني وإن شاء الله أن يكون أحد أسباب نمو الإقتصاد الوطني ربنا يا رب يوفقكم أده أدود والله أده أدود يا باش مهندس ربنا يوفقكم ويوفق كل اللي بيصنع بئدين مصرية منتج مصري كل الشكر للمهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيرمدز يا سائقي مركبات مصر اتحد اشتري المصري الراجل المحترم بيقولك واخديه موافقة اتحاد أوروبي وموافقة أمريكاني فاضل حاجة تاني؟ مش فاضل